تستقطب الدبلوماسية تشادية هذه الأيام المزيدة من الدول الصديقة والشقيقة حيث تستهوي هذه الدول سياسة الانفتاح الدبلوماسي التي تتبناها تشاد الأمر الذي أدى إلى تدافع هذه الدول بوترة متسارعة إلى ابتعاث ممثليها إلى تشاد لأعلى مستوى وفي هذا السياق فقد جرت اليوم بقصر تماي مراسم استقبال رسمية لخمسة سفراء جدد يمثلون بلدانهم في تشاد وقد تسلم رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو أوراق اعتماد سفيرة مملكة النيرويج الجديدة لدى تشاد سعادة السيدة ريومور إليان كوتي مع الإقامة في باماكو وخلال المقابلة طمأن الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو الدبلوماسية النيرويجية بأن تشاد ستقدم لها كافة التسهيلات لنجاح مهمتها الجديدة من جانبها قالت السفيرة النيرويجية إنها بحثت مع رئيس الجمهورية سبولات عزيز العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعهدت بأن النيرويج ستعمل إلى جانب تشاد في الجانب الإنساني لمساعدة سكان منطقة البحيرة وننوه إلى أن السيدة ريومور إليان كوتي كانت المبعوثة الخاصة للنيرويج في الساحل قبل تعيينها سفيرة جديدة لدى تشاد سعادت السيد أسيغيد نيابيت غاتيتشو السفير الجديد لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى تشاد والمقيم في الجزائر قدم أوراق اعتماده هو الآخر لرئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو وفي هذه الأسناء أكد رئيس الجمهورية حرص تشاد وسعيها إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة وصرح السفير الإثيوبي في نهاية اللقاء بأنه كان وديا وصريحا تمحورا حول العلاقات الثنائية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين مفيدا بأن البلدين يعزمان على تعزيز قطاع النقل لفك العزلة نظرا لاختقارهما إلى منافذ بحرية ونشير إلى أن الدبلوماسية الإثيوبي قد تقلد منصب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ومديرا عاما في مختلف الوزارات اللقاء الثالث جمع رئيس الجمهورية بسعادة كريم بن بشير سافير جمهورية تونس مع الإقامة في ياوند بالكاميرون حيث سلم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو ومن ثم بحث السفير التونسي الجديد لدى شات مع رئيس الجمهورية توطيد علاقات التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية كالتعليم والصحة وتجدر الإشارة إلى أن سعيد كريم بن بشير ديبلوماسي مخضرم كان سفيرا لتونس في الدنمارك ومديرا عاما للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية التونسية وجاء لقاء سعادة توماس فليكس سفير جمهورية سلوفاكيا المقيم في أبوجا مباشرة بعد السفير التونسي حيث قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لسلوفاكيا وخلال هذه المقابلة أبدى رئيس الجمهورية استعداد شات للتعاون مع سلوفاكيا في مختلف المجالات التي تعود بالمصلحة إلى الدولتين وأعرب السفير السلوفاكي الجديد عن سعادته لاعتماده سفيرا لدى شات والعمل على إمكانية فتح آفاق أوسع للتعاون مع شات في الزراعة والطاقة والتعليم هذا وقد بدأ الدبلوماسي السلوفاكي مسيرته الدبلوماسية منذ العام 92-900-1000 ويعمل منذ 2021 في نيجيريا سفيرا لدول الساحل وخليج غينيا وتوجت مقابلات اليوم بتقديم أوراق اعتماد سعادة صادق سلة سفير جمهورية سيراليون الجديد لدى شات مع الإقامة في القاهرة وقال السفير السيراليوني الجديد لدى شات إن اللقاء كان وديا بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث جرى في أجواء مفعمة بالحيوية مؤكدا أن الرئيس السيراليوني أراد أن يركز اللقاء على أشياء أخرى أبعد من العلاقات الدبلوماسية كالتعاون الزراعي والثروة الحيوانية التي من شأنها أن تؤدي إلى مستقبل أفضل للدولتين ونفيد بأن السفير السيراليوني متخصص في الاقتصاد تقلد عدة مناصب من بينها رئيسا لشركة تعدين الماس في سيراليون وحاكما في الولايات ونائب لوزير النقل والطيران ترجمة نانسي قنقر